اعمل ايه الفيديو مفروض انها سلمه لكلايت النهاردة وانا لسه دوبك مبتدتش حتى في الترجمة ومطلوب مني انها ترجم كل كلمة هو بيقولها في الفيديو والكلايت ما يعرفش ان البروزيس دي بتاخد وقت طويل جدا مني ازايك يا صديقي العزيزة عامل ايه اتمنى تكون بصحة وخير دايما ان شاء الله معاك يوسف باكري فيديو اتور فيلميكر انا بعتزر عن الغياب اللي انا غيبته بس النهاردة جايل لكم فيديو قوي جدا جدا كالعادة هنحل مشكلة بتقابل اغلب الفيديو ايتورز والفريلانسرز هو ان انت بيطلب منك بروزيكت واحنا عارفين ان احنا دلوقتي في عصر السرعة والمحتوى المطلوب اكتر هو المحتوى القصير والمحتوى القصير ده بيتمثل في ايه بيتمثل في انستجرام رييلز او تيك توكس وطبعا لازم نجزي بالانتباه فبنجزي بالانتباه بان احنا بنعمل ترجمة لكل كلمة لو الشخص طالع بيتكلق قدام الكاميرا فلازم كل كلمة تكون بتترجم وبروسيس زي دي احنا عارفين ان بريمير مفهوش الترجمة باللغة العربية عشان نعملها نضطر نكتب كل كلمة بنفسنا كلمة بكلمة والبروسيس دي بتاخده قد طويل مننا وبالاسف بتغطى للشغل عن العميل طب نحلها ازاي؟ النهاردة عندنا شرح البلاجين قوية جدا جدا بتترجم لك الفيديوهات تلقائي انت ما بتعملش اي حاجة بتبقى قاد كده برينس على التايم لاين قدامك المنتاج وهتلاقي البلاجين هي الواحدة تك 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 بروسيس بتترجم لك الكلام وبتعط تحطه لك انت بتشوف البروسيس بعينك ان الكلام بيتحط وبيترجم كابشنز على التايم لاين عندك وتقدر نيت تتحكم فيه بطريقة ادفانس التعدل في الستايل بتاعه الموشن تقدر تعمله موشن وحركات فده هيوفر عليك وقت يعني كبير جدا جدا كان بيتقطع بس في ان انت تقعد تترجم كل كلمة قدام الكمبيوتر بنفسك كده فدي بروسيس صعبة جدا طب ايه هي البلاجين دي عام يوسف بلاجين هي سابس دوت اي ار هتقولي طب ما دي فيه ناس شرحوها هقولك انت شفتها على الريلز في الانستجرام ممكن تكون عدت عليك او على التيك تك بس ما شفتش شرح كامل لها مالكش ازاي تحملها ازاي تحطها جوه البرنامج ازاي تتعامل معها بشكل احترافي جدا ازاي تنجز لك الشغل وكمان جايب لكو السيل قوي جدا جدا هتقدر ان انت تحمل البلاجين دي وتستفاد بيها بخصم قوي جدا محدش من يوتيوبر عمله تمام فانا هوريكو الخصم ده هنشوفه مع بعض وهفهمكو ازاي بلاجين دي بنحملها وبنحطها جوه البرنامج بنشتغل عليها ستيب باي ستيب قبل ما ننتقل للشرح على البيسي حابب انوه ان انت استثمار زي ده مهم جدا هتقول لي اه انا بشتري بلاجين هقولك انت بتشترك فيها عندك اشتراك شهري اشتراك سنوي اللي انت تحبه بس احسبها معي كده يا صديقي انت بتستثمر في بلاجين هترجم لك الكلام بسهولة جدا 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 يعني هي بتشتغل واحدها على البريمير بتقعد تقطع لك وتزبط لك الكابشنز وتحطها في التايم لاين عندك وانت بتعملش حاجة وبتوفر وقت واعمل حسابك ان انت بتطلع شغل بده بمقاب المادي اكيد ما بتشتغلش فور فريق فاحسب ان انت هتستثمر في البلاجين دي عشان هتطلع عليك شغل اكتر مع الكلام والكلام هيحب ان هو يشتغل معك اكتر ويجيب لك شغل اكتر لان انت بقيت تنجز له الشغل بشكل اسرع فاحسبها كده معي يا صديقي يلا ننتقل لشرح على البيسي قبل ما ننتقل اضغط لايك اهم حاجة لان ده شرح قوي جدا اضغط لايك واشتري في القناة وفعل زر الجرس اللي جانبه عشان يوصل لك تنبيهات بكل فيديو بنزله على القنا ويلا ننتقل لشرح على البيسي اوكي يا جماعة بعد ما انتقلنا لشرح على البيسي ده الموقع بتخش عليه وهسيب لك اللينك بتاعه في ديسكريبشن اسفل فيديو تخش عليه طبعا دي بتبقى اشياء الصفحة الرئيسية دي صفحة انا هسيب لك اللينك اسفل فيديو انت تقدر تحمل البلاجين عادي وتجربها لمدة اربعتاشر يوم مجاني انت متخيل معك اربعتاشر يوم مجاني تستفيد بالايه بالبلاجين دي تمام فانا النهاردة هوريك ازاي تقدر تحملها انت ممكن تحملها وغير ما تعمل اكاونت بس انصحك انك تعمل اكاونت لو انت هتشتري فهتعمل هيتلب منك اكاونت جوجل اقول له تمام زي الفول هيبدأ يعمل لك ايه تسجيل دخول في الموقع بعد ما اعمل لك تسجيل دخول في الموقع ده شكل الموقع الاساسي قدامك زي ما انت شايف هو وده حبيبنا بيتر شكري برضو يوتيبر معروف يعني على اليوتيوب وهو بيشرح برضو في بريمير وهو ما شاء الله عليه شغال على نفسه كويس جدا يعني نيجي بقى الايه هي دي الاضافة الاضافة دي عشان تضاف فهي وال visas مش عبارة على البرنامج انت بتحملو وتسبتو وبقى الموقع عندك على ايه على البرنامجلا انت بتتحمل لها حاجة اسمها او زد ايكس بي او اليو اكس بي انستولر ايه هنا وظيفته طب اليحنا هنحملو اليه هفاهمك البرنامج ده وظيفته ان هو هو انت هتحط له الله بتاع البلاجين وهو هيقراها ويحطه لك على على اقتراض خاصة وعلى وبريمير فانت لازم تحمل زد اكس بي دوت تمام هتحمله لو انت نظام ويندوز حمل البلاجين بتاعت الويندوز ولو انت نظام ماك ح بتاعت الماك فانا هحمل بتاعت الويندوز مساحية بسيطة جدا اربعة ميجا حاجة يعني تفهة وهتحمل زد اكس بي او اليو اكس بي انستولر دات وضعت عليه هيقول لك اهو خش على الموقع حمله حمل الويندوز او للماك هتحمل الويندوز عادي هيبدأ ان هو يحمل معك بالشكل ده انا محمله مسبقا فمش هحمله تالي هقول لك بقى بعد ما حملت الليلة دي هتعمل ايه تعال معي يا صديقي ده الديسك توب معنا هو خلاص طيب زد اكس بي انستولر هتحمله وتستطبه بعد ما تستطبه هيبقى عندك خلاص هتخش كده تكتب زد اكس بي اهو زد اكس بي او يو اكس بي انستولر تفتحه السيطة بتاعه سهل جدا عشان هم تستطبه فمش هستطبه تاني فاهم فانت نيكست نيكست وتستطبه بسهولة اوكي يا جماعة بعد من برنامج زد اكس بي فتح معنا لازم تقفل بريمير لو انت مشغله او افتر افكس لو عندك اقفله فورا ما ينفعش ان انت تثبت الاضافة وانت فتح البرنامج طبعا انا فتحه تحت اهو فانا مش هقفله دلوقتي تمام انت كل اللي هتعمل انت هتقفل بريمير او اي برنامج تحت عندك هنا كده وهتدخل على هنا كده المطرح ما انت ما حملته دي اضافة السابس دوت اي ار ازا ما انت شايف هتخدها تسحبها اهو ثم حطتها هنا اهو كده تمام بعد ما تحطها هيقول لك البرامج اللي عندك هو الاطوماتيك هيفام ايه البرامج اللي عندك انا عشان عندي اكتر من نسخة افتر افكس فعشان كده اظهر لي برنامجين افتر افكس وبرنامجين بريمير فاهمني هتضغط وبعد ما تعمل هيقول لك خلاص اكسس في الانستول انا عشان يثبتها فمش هثبتها تاني بعد ما خلاص عملت خلاص عملية التثبيت للاضافة هتفتح بقى وهتيجي هنا كده على بعد كده هتيجي على هي اللي بيكون فيها اضافات او بلاجنز هتلاقي عندك اضافة اضغط عليها هتفتح لك بالمنظر ده. الاضافة قوية جدا زي ما انت شايفة هي فيها اللغة العربية وعظمة جدا جدا جدا. انت دلوقتي عايز تترجم الفيديو اللي انت شايفه قدامك ده. الفيديو مسلا بالطول عايز اترجمه. فهعمل ايه? كل اللي انت هتعمله ان انت هتحدد له انه قاوت في بالمنظر ده تضغط على زرار اي تضغط على زرار او في اخر الفيديو. تمام? تضغط او. كده انت حددت الفيديو اللي انت عايز تترجمه. هتحدد هنا بقى بص ان عايز اقبل لك الوجهة دي اكتر. هتحدد عندك هنا في الوجهة دي عندك بيقول لك انت عايزني اترجم لك منين? هو كمان باللغة العربية في حاجة عظيمة. اللغة الاساسية بتاعته بالعربية اهو تمام? فيقول لك انت عايزني اترجم لك من انهي اوديو تراك. هقول لأوديو وار لان انا عندي هو الصوت موجود في اوديو وان. فهعمل التشيك على اوديو وان بس. اوتوماتيك هتلاقيه بيعمل لك ميوت ل اوديو تراك تو و اوديو تراك سري. وهتضغط النصوص ان هو يحط لك فين ان وقوت. يا اما كاملا هيبدأ يترجمه. يا اما ان وقوت. ان وقوت لانا حددت له الحتة اللي انا عايزة ترجمه. انا حددت الان وقوت اهو خلاص. هتختار هنا الحد الاقصى لعدد الكلمات في السطر. هنا بقى يا جماعة انا مش قدر اوصف لكم الموضوع عزمة قد ايه? ان انت تقدر تحدد الحاجات اللي هتطلع معاك في الترجمة بوب قوت. انا ممكن يختار ان هو يطلع كلمة واحدة كلمتين تلاتة لو حابب ان الترجمة تكون سريعة. بدل بقى ما انت تترجم والجملة تبقى طويلة قوي في الفيديو ومعرفش ايه لا انت كلمة واحدة هتطلع وبعدها الكلمة التانية. يعني في الثانية الواحدة هيطلع لك كلمة او ممكن تخليها كلمتين. فالترجمة يبقى شكلها اشيك لانها سريعة. انت فاهم الفكرة? فانا هخليها عندي هنا مثلا يا سيدي تلات كلمات. انا شايف تلات كلمات مناسب قوي. انت ممكن تخليها كلمتين عادي. عندك هنا اضافة علامة الترقيم. لو فيها علامات ترقيم هيضفها. يعني لو عندك علامة استفهام. عندك اي حاجة هيضفها. انا مش حابب علامات الترقيم دلوقتي. عندك تمديد النصوص. ايه تمديد النصوص? لو انت عندك مثلا كلمة انت قلتها. ولقى ان انت سكت. في لحظة بعديها. وبعد كده قلت كلمة تانية فهو هيمدلك النص اللي انت قلته قبل ما تسكت. لغاية فترة انت ساكت يفضل ممدود. والترجمة اللي بعد الكلمة التانية تظهر. فهمي الفكرة? دي تمديد النصوص. والحد الادنى لعدد الكلمات في السطر. تمام? انت بتضغط اهو هنا. حد الادنى لعدد الكلمات في السطر. بعد كده تنزل على الحصول على نصوص انو او. بتضغط كده هيبدأ يعمل ايه? هيبدأ يعالج الملف الصوتي اللي عندك ويرفعه على السيرفر بتاعهم. بيروح للسيرفر بتاعهم وسيرفر بتاعهم في ايه اي اي او بيبدأ ان هو زكاء الصناعي يفهم انت بتقول ايه? ويفهم اللهجة بتاعتك كمان. يعني انا مختار اللغة العربية. طب ما جايز انا اكون سعودي جايز اكون مصري جايز اكون اي حاجة تانية. ما اللغة العربية عبر عن لهجات. زكاء الصناعي اللي في سيرفرهم. بيكشف ايه اللي هجلت بتتكلم بيها. ويبدأ يترجم بيها. طبعا كل ده بيعمل لودينج اهو. اول بيست اي اي اي. لان الكل العملية هنالزكاء الصناعي. فبتطلع الترجمة. دقيقة بنسبة تسعة وتسعين في المية برضو. مش هقول مية في المية. لان ساعات في حاجات بسيطة قوي بتفلت منهم. بس الحاجات البسيطة دي بدنا ده راحنا نعدلها في المونتاج ومش قصة يعني. فهم قص دي. النصوص على واشك ان تكون جاهزة اهو بيقعد يعدي لك. انا عايز اواريكو بص 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 بص. بص التايم لاين. شفت التايم لاين ايه اللي حصل في دلوقتي? شفت قاعد يقص ويعمل ازاي? هو ده اللي انا بقول لك هالي انا حرفين ما عملتش حاجة. انا قلت له بص يا باشا ترجم لي الفيديو ما ليش دعوة بص انت اتعامل انت. بدأ يترجم ويرفع للسيرفر. وبعد ما خلص بدأ يقص ويحط لي الكابشن بالمنظر ده. مش متخيلين البروسيس دي يعني رهيبة ازاي? حاجة قوية جدا جدا جدا. نيجي بقى نشوف الترجمة كده انا عايز اشيل الان و اوت فهضغط كليك ايمين. بعد كده 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 عندي الفيديو هو تمام? اهو بص واقع اسمعوا معايا كده. طبعا الترجمة مش باينة قوي انا عايز اوضحها الاول ازبط الستايل عشان ازبط الستايل فانا هحدد على الترجمة كلها عندي كده. بعد كده اجي ع والأيدت اخليها مثلا تظهر في النص تبقى هنا كده في النص واخلي الخط مسلا خط انا بحبه زي مصلا الخط ده نختار الخط ده كده. انا بحبه جدا. ونخلي مثلا حجم ستين. بص بقى معايا كده ونخلي مسلا لباكراون لون هاسلا اصفر. تبدأ تزبط الستايل زي ما انت عايز. كده انا محدد على كله فبقى ازبط الستايل زي ما انعايز. اخلي اصفر كده واخلي بتاعة низة. قول عشرين ودية كده اتنين وتلاتين وايط ستة ودي اتنين وتلاتين ايوا كده تمام وخلي هالي كده مسلا بالمنظر ده زي ما انا قلت لك في بداية الفيديو هي فعلا دقة بتاعيتها تسعة وتسعين في المية طب هو غلط اه طبعا غلط هو مش زكاء صناعي هو مش بني ادم زينا لازم هيغلط بس الغلال دي بقى اقل هنا بكتير قوي قوي عن اي مواقع تانية هتطلب منك فلوس عشان تبدأ ترفع لها الصوت وترجم لك وكمان مش هتعمله لك كده مش هتقص لك وتحط لك الترجمة بالمنظر ده ومش هتقدر ان انت تزبط ان يطلع لك كلمتين في الثانية او كلمة واحدة في الثانية انسى فاهم فهنا عندك تسعة وتسعين في المية الكلام بيترجم بشكل صحيح واحد في المية هو بس اللي بيفلت او بيكون غلط تقدر انت تعدل طيب احنا كده شرحنا الاضافة نيجي بقى نشرح ازاي ان انت تشترك ونشوف العرض بتاعنا النهاردة اللي هو قوي جدا انت تدخل هنا كده التسعير هنا بقى عندك تلات خطط التموكي تشترك فيها طيب هو في الشهر كام شهريا تسعة وعشرين دولار ده محرر فرد طيب لو عملت الحركة ديت كده هيقلب لي ايه هيقلب لي سنوي طيب ايه ده ما هو هنا بيقولي اربعة وعشرين دولار في الشهر ازاي وهو سنوي ما هو هنا سنوي بس هو في الاخر اهو بيقولك يتم التحاسب سنويا يعني انت بتحاسب سنويا وبيحسب لك الشهر باربعة وعشرين دولار عشان انت تاخد سنة. بدل ما انت تعمل كده هتاخد شهر واحد بس يبقى هو تسعة عشر دولار. فاهم? فالافضل انت تشترك سنويا. انا هعمل كده. واعمل الترقية الان عندي اربعة وعشرين دولار. دي حلوة اوي الفرض واحد اهي. في الشهر. هعمل الترقية الان. تمام? هيقول لك انت بقى في السنة هيكلفك كام? اربعة وعشرين ضربها ايه في السنة? وطلع لك المبلغ ميتين وتسعين دولار في السنة. يا يا كتير قوي. طيب. خد بقى الخصم اللي عندك ده لو استخدمت برومو كود. بكري تين هتاخد عشرة في المية خصم. نحط كده بكري تين. تيجي هنا على البروموشن كود. تكتب بكري تين. واعمل ابلاي وشوف الخصم اللي هيحصل. نزل من متين وتسعين دولار لمتين واحد وستين دولار في الشهر. يا اه هو متين واحد وستين دولار كتير قوي. لا مش كتير. لو انت فريلانسر وشغال في المجال فيديو ايدوتر. وفعلا بتشتغل بتعمل كتير قوي معاك. ده مبلغ لو دفعته سنويا والله ما حاجة. يعني انت حرفيا هتجيب سعره دوت في اتنين او بروشكت واحد فاهمني? وده سنوي. متين واحد وستين دولار في السنة كلها. انت متخيل? يعني حاجة بسيطة جدا. انت ممكن تعملها شهريا او سنويا. بس انا بفضلك الخطة السنوية. ليه الخطة السنوية افضل? لان زي ما انت شفت بدل ما يحسب لك الشهر بتسعة وعشرين هيستدلك الشهر باربعة وعشرين. فانا عايزك تستفد بالخصم باكسى خصم موجود. زيت هتحط الكوبون كوت بتاعي باكري تن هيعملك عشرة في المية فيوصل. من متين وتسعين دولار في السنة لمتين واحد وستين دولار في السنة. ومعاك بقى ان انت تترجم براحتك يا معلم وعيش مع نفسك واعمل براحتك وبست ممكن تعمل للعميل بتاعك عشرة فيديوهات في الاسبوع وتجيب حق المتين واحد وستين دولار كده فاهمت? زي ما انا قلت لك الفكرة هنا استثمار مش اكتر. وده اعلان اه بس اعلان مفيد جدا. حاولت ان انا اجيب لكو برومو كود قوي جدا زي باكري تن معظم يوتيوبرز ما عندهمش برومو كود اصلا. شرح لك البلاجين خلاص. بص يا معلم بتحملها ازاي. بص بتحطها في برنامج ازاي. بص تشتغل عليها ازاي. ده اليوتيوبرز اللي عملوا كده. وحتى اليوتيوبرز اللي عملوا كده ما اعملوش برومو كود ولا قال لك الخطط اللي موك وتشترك فيها او كده. كل اللي بتعمله بتحط الايميل بتاعك هنا وبتحط رقم تليفونك وبتختار الفيزا بتاعتك تحط اهو ارقام الفيزا بتاعتك وبعد كده السنة والشهر وبعد كده كود السي في زي او كود التأمين واسمك بالكامل ودولتك وهتعمل هنا بعد كده سبسكرايب وتطبق الكوبون كود خلاص يا معلم انت كده اشتركت بشكل سنوي دفعت متين واحد وستين دولار في السنة اللي ايها حرفان انت ممكن تجيبها في تلاتة على اقل متين واحد وستين دولار دي مش حاجة لو شغال مع كلاينتس فهم قصدي? فبس كده يا جماعة ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان انت تكون استفد بشكل كبير جدا جدا لو استفدت اهم حاجة تضغط لايك انا بتعب جدا على الفيديوهات اللي بتبقى زي كده لان انا بتواصل مع الشركات بحاول اوصل معهم على قد مقدر لاقوى عرض انت ممكن تستفادوا بيه حرفيا مش هتلاقي حد عامل العرض ده وما حد شرح لك بالضمير ده للبرنامج ازاي انت تتحمل الاضافة وزاي تثبتها وازاي تحطها جوه البرنامج وزاي انت تشترك في خطة وايه هي الافضل الخطط اللي ممكن تشترك فيها وتاخد خصم كمان اضافي فبص يا صديقي لازم تشترك تقديرا ليا اشتراك وتفعل زواب الجرس وتشاري الفيديو ده مع صحابك اللي عايزين يستفادوا بحاجة زي دي حاجة زي دي رهيبة جدا جدا هتعرف قيمتها فعلا لما تستثمر فيها وتشتغل مع هتلاقي كلاينت بيطلب منك عايز فيديو اتنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة ليه لان انت وتنجز له الشغل بشكل اسرع كنت الاول بتاخد وقت طويل عشان تعمل له فيديو واحد لانك بترجيب كل كلمة كلمة بكلمة دلوقتي بتقدر تعمل له فيديوين ثلاثة في اليوم عادي ايزي فاهم فبس كده صديقي كان معاكم يوسف باكري سلام